بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك هذا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالباء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا الدرس المتعلق بالفقه وهي إثراءات مهمة في هذا المقرر فكونوا معي بارك الله فيكم على بركة الله نبدأ في إثراءات رقم اثنان هنا نبدأ مع الوحدة الرابعة ومع أسئلة متعلقة بهذه الوحدة هنا سؤال أيها الطلاب على ضوء الدراسة لدرس البيع أجب عن الآتي هنا عرف البيع اصطلاحا ما المراد به اصطلاحا الجواب أحسنتم هو مبادلة مال بمال بغرض التملك هذا تعريف البيع اصطلاحا هنا سؤال آخر عرف هنا أو أجب عن الآتي استدل على حكم البيع هناك أدلة دالة على حكم البيع الجواب هنا قول الله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى دلت الآية على حل وإباحة البيع هنا سؤال آخر أيضا حدد أركان البيع هناك أركان مهمة للبيع وهي العاقدان البيع المشتري وهنا أيضا المعقود عليه وهي السلعة ثم أيضا صيغة العقد هذه أركان لا بد من توفرها في البيع نأتي إلى سؤال آخر هنا وضح المراد ببيع الأمانة موضح عن الفرق بين أقسامه الثلاثة نأتي وإياكم إلى البيان المراد ببيع الأمانة هنا جوابه البيع الذي يذكر البائع فيه رأس ماله ويضع سعرا محددا للسلعة هذا ما يتعلق ببيع الأمانة هنا من أقسامه بيع الوضيعة وبيع المرابحة وبيع التولية هذه أقسام الثلاثة لبيع الأمانة نأتي بعد هذا إلى سؤال آخر هنا بيّن الحكم فيما إذا باع شخص ملك غيره بدون إذنه أو اشترى بمال غيره شيئا بدون إذنه صرّف في ماله بغير إذنه ما الحكم الشرعي؟ نعم أحسنتم لا يتم البيع لماذا؟ لأنه خالف الشروط المعتبرة في البيع نأتي إلى سؤال آخر هنا بيّن المراد لكل مما يأتي قبض المبيع ما المراد أيها الطلاب والطالبات بقبض المبيع؟ نعم المراد به تمكين المشتري من التصرف السلعة ببيع وشراء وهو أمر زائد على قدر التملك نأتي إلى العبارة الأخرى جائز التصرف ما المراد بهذه العبارة؟ نعم هو أن يكون البايع المشتري بالغاً عاقلاً رشيداً هذا ما يتعلق بهذا السؤال ثم نأتي إلى سؤال آخر وهو ما الأحكام التي تترتب على قبض المبيع؟ هناك أحكام مترتبة على قبض المبيع ما هي أيها الطلاب؟ نعم جواز التصرف فيه بالبيع ونحوه إذا قبض المشتري المبيع له الحرية في بيعه أو إهدائه وغيره أيضاً هنا انتقال الضمان من البايع إلى المشتري إذا قبض المشتري السلعة فأصبح ضمانها على المشتري بعد أن كان سابقاً عند البايع هنا نأتي إلى سؤال آخر بين كيفية القبض في الأشياء الآتية عندنا سلعة متعددة متنوعة وكل سلعة منها قبضها بحسبيات فنأتي على الجواب بالتفصيل لكل سلعة وكيفية قبضها عندنا السيارات كيف يتم قبض السيارات؟ أحسنتم يكون بتحريكها ويخراجها من موضعها عندنا الأقلام إذا بيعت الأقلام كيف يكون قبضها؟ هنا قبضها بتناولها باليد نأتي إلى الكتب إذا اشترى إنسان كتباً فما هو قبضها؟ القبض يكون أيضاً بتناولها باليد الثياب كذلك يكون نقلها من مكانها ينقل الثياب إلى مكان آخر المزارع كيف يتم قبض المزارع؟ هنا الجواب بالتخلية بينها وبين المشتري لا يمكن نقلها وإنما يخلي المكان للمشتري هنا الإبل كيف يكون قبض هذه الإبل؟ يكون بنقلها من مكانها ثم نأتي إلى النقود وكيف يكون قبضها؟ هنا الجواب بتناولها أو بقيدها في الحساب المصرفي إذن هذه أنواع من السلع ولكل سلعة القبض بحسبها إذن قبض كل شيء بحسبه المعدد بعده والمزوم بوزنه وهكذا فيما تعلق بهذه السلع نأتي أيها الطلاب إلى هذا السؤال الذي أمامكم قارن بين الشروط الموافقة لمقتل العقد والمخالفة له من حيث حقيقة كل منهما وحكمه ومثاله نأتي إلى الجواب على السؤال هنا أولا الشروط الموافقة لمقتل العقد هي التي تحقق الحكمة من العقد وحكمها جائزة حكمها جائزة نأتي هنا مثاله شرط أن يستلم السلعة في يوم محدد فهذا من حق المشتري أن يشترطه إذن هذا شرط جائز نأتي إلى هذا السؤال قارن بين الشروط الموافقة لمقتل العقد والمخالفة له من حيث حقيقة كل منهما وحكم مثاله لاحظ معي هذا عكس السؤال الذي قبله هنا نأتي الشروط المخالفة لمقتل العقد هي التي لا تحقق الحكمة من العقد عكس السابقة وتكون حسب المصلحة وحكمها أنها فاسدة فاسدة والبيع صحيح هنا المثال شرط أن يبيع البائع سيارة سيارة المشتري بشرط أن لا يستعملها المشتري فنقول البعع صحيح وهذا الشرط باطل لأنه يخالف المختلاء للعقد وهو أن المشتري له الحرية في استعمال هذه السلعة نأتي إلى سؤال آخر بين المراد بكل مما يأتي هنا عندنا الشروط التوثيقية ماذا يراد بهذه الشروط؟ هنا الجواب نعم اشتراط الرهن أو الكفالة هذه توثيقية توثيقة الدين الذي على هذا الشخص كذلك الوصفية ماذا يراد بها؟ نجد أن الجواب أن يشترط المشتري في السلعة وصفا معينا فهذه شروط وصفية لا بد من هذه شروط التي اعتبرها المشتري وصفا في هذه السلعة نأتي إلى سؤال آخر في الوحدة الخامسة نبدأ بها هنا على ضوء الدراسة لأسباب الكسب المحرم بسبب الظلم أجب عن الآتي أو ببين معنى الغش وكذلك مع ذكر الدليل الغش ما معناه أيها الطلاب؟ هو كتمان العيوب التي في السلعة أو إظهار السلعة بأحسن مما هي عليه في حقيقة الأمر وهو محرم لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني نأتي إلى هذا السؤال أيضاً نجيب عن الآتي أذكر صور النجش مع الاستدلال النجش مر معكم وأنه محرم نريد بعض صور النجش المحرم هنا أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد وهو لا يريد شراءها أو أن يصف البائع السلعة بما ليس فيها لماذا؟ ليثير رغبة المشتري لشرائها وهنا الدليل النجش حرام وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش نأتي إلى هذا السؤال أيها الطلاب والطالبات أيضاً نريد على ضوء الدراسة لأسباب الكسب المحرم بسبب الظلم نجيب عنه هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا يسم المسلم على سوم أخيه استنبط من الحديث ثلاث فوائد نريد أن نأخذ من الحديث فوائد ثلاثة من خلال التأمل لهذا الحديث نجد الجواب أيها الطلاب والطالبات هنا أولاً عدم الاعتداء على الحقوق للمسلمين أيضاً ثانياً سد كل طريق يؤدي للخلاف والنزاع ثم أيضاً ثالثاً تشريع كل ما يؤدي إلى المحبة فهذه فوائد مستنبطة من هذا الحديث ننتقل إلى سؤال آخر الاحتكار لا يكون محرماً إلا بشرطين أذكرهما هنا الشرطان الأول أن يكون الاحتكار في وقت الغلاء فأما حبس السلع وقت الاتساع والرخص فلا يعد احتكاراً محرماً أيضاً أن يكون في السلع التي يحتاج إيها الناس ويضروا بحبسها عنهم أما إذا كانت كمالية فلا يعد احتكاراً محرماً نأتي إلى سؤال آخر قارن بين أنواع الربا ربا البيع وربا الديون من حيث التعريف كل منهم له تعريف خاص نجد أن ربا البيع الذي يكون محله عقود المعاوضات والمبادلات التجارية أما ربا الديون فهو الربا الذي يكون في عقود المداينات هنا أيضاً نقارن بينهما من حيث الحكمة من التحريف هنا الجواب ربا البيع إقامة العدل ومنع الظلم وتحقيق المصلحة من وجود الأموال بين أيدي الناس جميعاً وهنا ربا الديون الحكمة لأنه يسهم في تفكك المجتمعات ويدمر اقتصاد الدول هنا نأتي أيضاً إلى السؤال قارن بين أنواع الربا كذلك من حيث الفروقات بينهما الجواب هنا ربا البيع يجري فقط في الأصناف الستة الذهب والفضة والملح والشعير والتمر إلى آخر الحديث أما ربا الديون فيجري في جميع الديون هنا سؤال آخر آخر قارن بين العينة والتورق بيع العينة وبيع التورق هنا المقارنة واضحة العينة أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعه على البائع بثمن أقل نقداً أما التورق فهو أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعه على شخص آخر غير البائع الأول نقداً بثمن أقل مما اشتراها به الأول محرم والثاني جائز هنا نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى ختام درسنا بعد أن طوفت وإياكم بحمد الله تعالى مع أسئلة ممتعة متعلقة بهذه الوحدات وهي أسئلة إترائية والمؤمن لكم أيها الطلاب أن ترجعوا إلى هذه الدروس وتراجعوا هذه الأسئلة وكذلك تحاولوا استنباط الأحكام والوقوف على صور متعددة حتى يتمكن الطالب والطالبة من فهم هذه الدروس لأن الفقه مبني على التصور وكذلك ضرب الأمثلة فكلما ضرب الطلاب والطالبات الأمثلة ونوعوا فيها كلما كان ذلك أدعى بإذن الله تعالى إلى ضبط هذه الدروس وفهمها أيضا هي أمور متعلقة بحياتنا اليومية لا يستغني عنها مسلم في حياته يحتاج إلى أن يقف على الأحكام المتعلقة بالبيوع والأحكام المتعلقة بالديون المتعلقة كذلك بهذه الأمور الحياتية اليومية فعلى الطالب والطالبة أن يكون بصيرا بهذه المسائل وأن يراجعها وأن يبحث وأن يكون عنده ملكة فقهية تمكن بها بإذن الله تعالى من التمييز بين الأحكام فهناك شروط وضوابط ذكرها العلماء قيدوا بها هذه المسائل فإذا كان للطالب تلك الملكة والمعرفة والاطلاع الواسع أمكنه بإذن الله تعالى أن يصل للحكم الشرعي لأي مسألة حتى لو كانت حادثة جديدة لماذا؟ لما عنده من ذلك تصور السليم والإتقان والضبط لهذه المسائل من خلال الدراسة ومن خلال النظر والتأمل أسأل الله تعالى لكم التوفيق والإعانة وأشكر لكم طيبة المتابعة وعسن المشاهدة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر